السلام عليكم والولايات المتحدة الأمريكية حركت أسطولا جويا كاملا من أجل توجيه ضربات انتقامية على الفصائل المسلحة المقربة من إيران وذلك للرد على ما قامت به هذه الفصائل من استهداف خطير للغاية تجاه عدد من الجنود الأمريكيين أدى إلى إيقاع قتلى وجرحة بين الجنود الأمريكيين هذا الهجوم تحديدا تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية بالإضافة إلى الـ CNN و CBS News الأمريكيتين وأيضا أن المقاومة الإسلامية في العراق تحدثت مباشرة بعد هذا الهجوم عن طبيعة هجوم على عدد من القواعد الأمريكية وأن هذا الهجوم يبدو بأنه هو الذي كان سببا في كل ما جرى التفاصيل ببساطة جاءت الـ CNN الأمريكية عن طريق مسؤولين أمريكيين نأكد بأن من قام بهذه العملية هي الفصائل المسلحة العراقية المدعومة من إيران ولكن يجب أن ننتبه أن المقاومة الإسلامية في العراق هي لا تعمل فقط في العراق أو في جبهة العراق وإنما تعمل أيضا على الجبهة السورية وبأن هذا الهجوم قاموا بتنفيذه بالطائرات المسيرة على أربع قواعد ثلاثة منها تتواجد فيها القوات الأمريكية تحديدا في سوريا القاعدة الأولى التي قاموا باستهدافها هي قاعدة الشداد التي تتواجد إلى شرق نهر الفرات شمال سوريا المنطقة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي وعادة الهجمات تكون قادمة على هذه القاعدة من العراق ليس هناك شيء مثبت بأن هذا الهجوم تحديدا كان منطلقا من العراق ولكن هذه هي العادة ومن التقارير ومن الهجمات السابقة تأتي من العراق بسبب قرب المسافة طبعا وبسبب أن الضربة ممكن أن تؤدي إلى أن تكون فعالة مقارنة إذا انطلقت مثلا من غرب نهر الفرات على سبيل المثال لتقطع مسافة طويلة ممكن أن ترصد هذه الطائرات ويتم استيادها بشكل مباشر الهجوم الآخر جاء باتجاه العمق الإسرائيلي تحديدا وعلى قاعدة ومنشأة بحرية خاصة بإسرائيل هي التي استهدفت بالتالي نحن أمام موقعين لإطلاق هذه الطائرات المسيرة والهجوم الأخطر كان باتجاه المثلث الحدودي بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك سوريا ونتحدث هنا أن الهجوم جاء على هذه المنطقة وهي منطقة الخمسة وخمسين كيلو باتجاه قاعدة التنف هناك قاعدتين هي التي استهدفت السيئة أن الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذا الهجوم على هذه النقطة تحديدا كان قادما من قاعدة الإمام علي التي تتواجد على الحدود العراقية السورية في الداخل السوري واحدة من أهم القواعد للفصائل المسلحة المقربة من إيران وبالتالي طائرات المسيرة كانت قادمة بهذا الاتجاه وبالتالي لاحظ هناك تنوع للضربات وتنوع للهجمات من ثلاث مواقع تقريبا مرة واحدة على أربع قواعد وإذا ما حاولنا أن نتعرف بالضبط على ما جرى من هذا الهجوم الكبير الذي جاء على هذه النقطة التي تعتبر هي من النقاط الاستراتيجية والتي تعرضت في السابق إلى هجمات فعلا عندما نتحدث عن قاعدة التنف إذن هذه تقريبا هي منطقة الخمسة وخمسين كيلو القوات الأمريكية وقاعدة التنف تتواجد هنا هناك أيضا جيش سوريا الحرة الذي تقوم القوات الأمريكية بتدريبه في هذه المنطقة أما القاعدة الأخرى فهي قاعدة الركبان نتحدث عن البرج 22 الذي يتواجد داخل الأراضي الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية على مسافة كيلو متر واحد فقط بالإضافة إلى ذلك إلى أن هناك نقطة أخرى هنا وهي مخيم الركبان الذي يتواجد فيه أو يتواجد فيه اللاجئين السوريين هنا بسبب الحرب الأهلية وصعوبة هذه الحرب طبعا التي أدت بهم إلى أن يتواجدوا في هذا المخيم بالنسبة لهذه الفصائل طبعا استخدمت الطائرات المسيرة مباشرة لتهاجم قاعدة التنف قاعدة التنف معروف عنها بأنها في أغلب الأحيان تصاب من قبل أو تتم إصابتها أو تتمكن الفصائل الموجودة إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا من إصابتها بسبب طبيعة المنظومات الدفاعية التي لا تبدو محصنة مئة بالمئة في هذه المنطقة وعندما يأتي هذا الهجوم من الطائرات المسيرة عادة على قاعدة التنف أما أن تصيب وأما أن لا تصيب وبعدها ينتهي هذا الهجوم لكن كانت هناك خطة كبيرة قادمة على هذه القاعدة فهذه الطائرات المسيرة ببساطة عندما قامت بالهجوم واحدة من الطائرات المسيرة وتحديدا ليس هناك عدد معين قد وضع لهذه الطائرات ممكن أن تكون ثلاث طائرات أو طائرتين ولكن واضح جدا أن الطائرات جاءت مباشرة بداية على قاعدة التنف لتشاغل المنظومات الدفاعية الأمريكية وتشاغل القوات الأمريكية في هذه المنطقة ولكن واحدة من الطائرات ذهبت واستغلت الموقف والصراع أو عمليات التصدي للطائرات المسيرة ليقوموا باستغلال الموقف ويقوموا باستهداف البرج 22 من قاعدة الركبان ويؤدي هذا الهجوم إلى ضربة مباشرة على هذه القاعدة أدى إلى مقتل ثلاث جنود أمريكيين وما يقارب الأكثر من ثلاثين جريحا من جنود الأمريكيين ثمانية منهم تم نقلهم مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل محاولة إنقاذهم والحصول على عناية طبية مركزة بسبب خطورة هذه الضربة التي جاءت على هذه النقطة العسكرية الخاصة بالجيش الأمريكي وهذه طبعا القاعدة تتواجد فيها قوات جوية قوات هندسة وكذلك يتعتبر نقطة للإمدادة اللوجستية للقوات الأمريكية عندما راجعنا القمر الصناعي بشكل عام لكي نتعرف على طبيعة هذه الضربة الأجواء ملبدة بالغيوم بسبب الأجواء الشتوية وبالتالي ليس واضحا أين جاءت هذه الضربة ولكن واضح جدا من عدد القتلى والجرحة أن الضربة لم تأتي على نقطة منفصلة أو مبنى واحد أو غيرها ومع الأخذ بعين الاعتبار أنها كانت طائرة مسيرة واحدة الواضح بأنها جاءت على الغرف الخاصة بالجنود الأمريكيين قد تكون هنا أو قد تكون هنا وممكن أن تكون هنا ولكن مرجحة هذه النقطة أكثر النقطتين أن تكون هي واحدة منها هي التي تعرضت إلى هذه الضربة الضربة المباشرة أدت إلى قتل الثلاثة جنود الأمريكيين والبقية طبعا الخمسة وعشرين أو الثلاثين أو حتى بعض المصادر تحدثت عن خمسة وثلاثين جريحة من الجنود الأمريكيين جاءت في إحدى هذه النقاط واحدة من أخطر الهجمات على الإطلاق التي طالت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أحداث قطاع غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى يومنا هذا المثير أن هناك فصيلا جديدا تبنى هذه العملية إن المقاومة الإسلامية في العراق ذكرت قاعدة الركبان ولكن هناك فصيل اسمه حركة تحرير الحرمين الشريفين هو الذي تبنى هذه العملية وهذا الفصيل ببساطة قال بأن هذا الهجوم يأتي للانتقام لحركة حماس أو للفصائل الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني بسبب الهجمات القادمة من إسرائيل وغيرها وكذلك هي تأتي أيضا للانتقام ولمساندة جماعة الحوثي أي انتقام لما يجري هنا في البحر الأحمر ببساطة هم يشيرون إلى العمليات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلفائهم وحلف حارس الازدهار ضد جماعة الحوثي في اليمن من ضربات مستمرة في هذه المنطقة بالتالي انتقاما لغزة وانتقاما للهجمات على جماعة الحوثي وقالوا أن هذا الهجوم هو يمثل عملية التوسع في الهجمات التي لم تطال فقط هذه النقطة التي تحدثنا عنها اليوم وإنما هي أيضا ستطال الخليج العربي ودول الخليج العربي بالتالي هناك بدء لعمليات كبيرة موسعة في هذه المنطقة ولا بد من الانتباه إلى أن هذه الحركة تسمى أو أطلقت على نفسها حركة تحرير الحرمين الشريفين في إشارة واضحة للمملكة العربية السعودية بأن مملكة العربية السعودية هذا قد يعني بأن هذه المجموعة ستبدأ بهجماتها على المملكة قريبا وكذلك أن مملكة البحرين كانت هناك معلومات في السابق في ظل دعمها للعمليات التي تجري ضد جماعة الحوثي بموجتين من الضربات وعملية عسكرية مستمرة على جماعة الحوثي البحرين سبق وأن ظهرت معلومات ونشرت على الأوسن ديفندر من مسؤولين أمريكيين أكدوا بأن جماعة الحوثي تريد استهداف مملكة البحرين بسبب مساندتها لهذه العمليات بالتالي هي هدف الأسطول الخامسة الأمريكي يتواجد هناك وكذلك سبق هذه المعلومات من الأوسن ديفندر تحدثت عن استهداف محتمل على الإمارات العربية المتحدة وتحديدا على القواعد الأمريكية هناك ولكن يبدو مع هذه الضربات المستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مدعومة من أربع دول على جماعة الحوثي قدرات الحوثي بدأت تتضائل وبأن هناك رغبة من هذه الفصائل ومن إيران وغيرها أن تركز جماعة الحوثي بهجماتها على البحر الأحمر وعلى خليج عدن وأن تحاول تحمل هذا الضغط وأن تحاول أن تحافظ على الحصار في مضيق باب المندب وأن هذه الفصائل هي التي ستدير عملية نشر هذه الضربات وتوسيع هذه الضربات بهذا الشكل الخطير الذي نشرته هذه الحركة التي تحدثنا عنها وطبعا هذه المسألة تضع الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت ضغط كبير للغاية ونالك ضغط كبير على الرئيس الأمريكي من العديد من المسؤولين الأمريكي يطالبونه بالقيام ليس فقط بضربات على أذرع إيران الموجودة في سوريا أو حتى في العراق وأنما يطالبونه بشكل واضح بضرب العمق الإيراني ويطالبونه بالقيام بضربة على مقرات الحرس الثوري بشكل مباشر وأكبر المطالبين بهذه المسألة هو السينتور الجمهوري المعروف لينزي جراهام والعديد أيضا من المسؤولين الموجودين داخل الإدارة الأمريكية قالوا له بأننا يجب أن نضرب الآن إيران لتعرف إيران بأن الدماء الأمريكية ليست بالمسألة العادية أبدا خاصة عندما نتحدث عن جنود أمريكيين قتلوا بهذه الطريقة الخطيرة في ظل أحداث غزة وغيرها إيران يجب أن تدفع الثمن لكن مشكلة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إيراننا إلى أن الخارجية الإيرانية اليوم قالت لا علاقة ليا بهذا الهجوم لم أعطي الأوامر لأي أحد القيام بهذا الهجوم وبأن الفصائل الموجودة في هذه المنطقة هي المسؤولة عن هذا الهجوم ومن التخطيط والتنفيذ وغيرها وكذلك أن مسؤولنا أمريكية لوكالة رويترز أكد بأن القوات الإيرانية لم تقم بهذه العملية وليس هناك أدلة على أن إيران أعطت الأوامر لهذا الهجوم بالضبط أو بهذا الهجوم بالتحديد أن يتم بهذه الطريقة التي تم بها في الأربعة وعشرين ساعتنا الماضية بالتالي على المستوى الدولي ليس هناك إثباتات على إيران بأنها قامت بشيء هنا رغم أنها تدعم كل هذه الفصائل وتدعم كل هذه الهجمات وهذا طبعا يضع الرئيس الأمريكيج وبايدن في حرج كبير للغاية لماذا؟ لأن هذا الرئيس في حالة قام بضرب إيران كما يتم الضغط عليه الآن فهذا قد يعني مستقبل المفاوضات النووية للعودة للاتفاقية النووية بعد انتهاء أحداث غزة وممكن له هذا الرجل أن يفوز في الانتخابات القادمة لأربع سنوات قادمة فرص الدبلوماسية والعودة للاتفاقية النووية أو تحقيق أي اتفاق جديد ستنتهي تماما وهذا يشكل خطرا طبعا على الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك أن استهداف إيران بشكل مباشر وإيران تقول لا علاقة لها بهذه المسألة ممكن أن يشعل حربا إقليمية خطيرة تحدث بايدن منذ بدء أحداث غزة بأنه سيتفادى الحرب الإقليمية لا يريد حربا إقليمية وغيرها ولكن ضرب إيران قد يفتح هذا السيناريو بهذا الشكل الخطير الذي نتحدث عنه وبالتالي هذا يعني أن الضربة قد تكون صعب من الصعب على الإدارة أن تحقق ضربة كبيرة من الممكن أن تحقق ما يريده الشعب الأمريكي أو ما تريده المنطقة لمواجهة هذه الفصائل الإيرانية بشكل عام ليس هذا فحسب لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا بدأ يوضع بمقارنات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد جي ترامب هذا الرجل الذي هو قادم بقوة على ما يبدو حتى هذه اللحظة في جولة ثانية لمواجهة جو بايدن خلال هذا العام في الاتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في نوفمبر لأن دونالد ترامب في عام 2020 كلنا نتذكر بأن عندما قتل متعاقد أمريكي ليس من أصول أمريكية يحمل الجنسية الأمريكية قتل بعد ذلك طبعا دونالد ترامب قتل وأقام بتصفية القائد أو اختيال قائد الحرس الثوري أو قائد فيلق القدس الإيراني آنذاك الجنرال قاسم سليماني في عملية الاستهداف على مطار بغداد في عام 2020 وبالتالي هذا كان رد كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك أدى إلى جمود كامل لدى إيران لم تفعل شيئا حتى في الذكرى السنوية لمقتله لم تفعل شيئا نهائيا وانتظرته حتى خسر الانتخابات طبعا مع جو بايدن بالتالي هناك مقارنات انتخابية أيضا كبيرة يفكر بها جو بايدن بأن هناك صعوبة في استهداف إيران ولكنه مضطر لتحقيق هذا الاستهداف وخاصة أن الكلام والانتقادات على الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن تتحدث بأنه لم يتمكن من ردع الفصائل الموجودة في المنطقة عندما كانت الهجمات بسيطة لا تؤدي إلى الكثير من الضرر لم يظهر بقوة لمواجهة هذه الفصائل وعلى هذا الأساس توسعت الأمور لتصل إلى هذا الشكل الآن وممكن أن تتسع إلى شكل أو شكل أخطر في الفترة القادمة والأسبوع الماضي كانت الصحافة الإيرانية تنشر صورا لجو بايدن وكأنه يتعرض إلى اللكمات في هذه المنطقة والولايات المتحدة لم تعد مقبولة بعد دعمها لإسرائيل في قطاع غزة وغيرها وتحدثوا عن 170 هجوما أكثر من 170 هجوما تجاه القوات الأمريكية بالتالي الرئيس الأمريكي الآن يواجه ظرفا خطيرا ألا وهو ثلاثة أرواح من الجنود الأمريكيين قتلوا مع جرحا ممكن أن تتأزم ظروفهم في الفترة القادمة لكن الضربة الأمريكية قادمة وقادمة بقوة بلومبرغ هي التي تحدثت عن هذه المسألة عن شخص مطلع وهو الذي أكد أن ضربة تقتل أمريكيين من شأنها أن تجبر على رد فعلا أقوى مما فعلته الولايات المتحدة حتى الآن وهنا يتحدثون عن ما جرى من السابع من أكتوبر حتى يومنا هذا ليس هذا فحسب بل إننا تحدثنا عن أسطول أمريكي جوية الآن قد تحرك تجاه منطقة الشرق الأوسط وهذا هو الأمر الذي ظهر أيضا في الأربعة وعشرين ساعتنا الماضية من طائرات كي سي وان ثري فايف شتارو تانكور هذه الطائرات هي تستخدم لعملية تزويد الوقود لطائرات الحربية وكذلك نتحدث عن السي سيفنتين جلوب ماستر المتخصصة بعملية نقلة جنود الأمريكيين أو المعدات العسكرية الأمريكية أيضا ظهرت الفلايت ريدار أربعة وعشرين مباشرة بعد عملية مقتل هؤلاء الجنود الأمريكيين وهذا الحادث الخطير ظهرت تسجيلات الفلايت ريدار أربعة وعشرين لتسجل طائرات السي سيفنتين أي جلوب ماستر ثلاث طائرات هنا وثلاث طائرات من طائرات الكي سي وان ثري فايف وهذه صورة أوضح لهذه الطائرات كما تلاحظون وهي تحلق من الأجواء الأمريكية وهذه هي تقريبا هي الطائرات التي تحركت ست طائرات هي التي انطلقت مباشرة إلى المنطقة هذه الصورة طبعا انطلاق هذه الطائرات لكي نفهم هو من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا مرشح أن تذهب إلى اليونان أو أن تدخل مباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط عادة تذهب إلى اليونان ومن ثم تنتشر في منطقة الشرق الأوسط ولكن تسجيلات الفلايت ريدار 24 في الساعات اليوم في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم أو ظهر هذا اليوم أوضحت بأن الطائرات قد وصلت هنا إلى الأجواء التركية وفعلا بدأت تدخل إلى هذه المنطقة وهذه هي الصورة التي تؤكد وصول هذه الطائرات هذه لقطة أقرب لطائرات تزويد الوقود الأمريكية ونقل السلاح وغيرها وأيضا أن الطائرات الاستخبارية الأمريكية تحلق باتجاه العمق الإيراني تراقب العمق الإيراني مما يرشح بأننا قد نكون أمام أيضا ضربات على إيران وفي العمق الإيراني يجب أن لا نستبعد هذه المسألة ولكي نفهم لماذا طائرات تزويد الوقود قد تعني الكثير هنا هذه الطائرات تأتي إضافة أو كإضافة لطائرات تزويد الوقود أساسا الموجودة في المنطقة أو طائرات الإرضاع الجوي وهذا يعني بأنها ستحلق فوق العراق وفوق سوريا وتعني ببساطة بأننا سنكون أمام تحليق كبير للطائرات الحربية الأمريكية قد تكون من طائرات الأيتن وورد هوغ المتخصصة بضرب الأهداف البرية أو حتى طائرات الأف سكستين أو غيرها المتواجدة في المنطقة وهذا يعني بأننا سنكون أمام عدد كبير من الطائرات الحربية تنتشر في هذه المنطقة قد تكون من 20 إلى 30 أو حتى 40 طائر وهذا يوضح بأننا أمام ضربة عسكرية كبيرة مرشح تماما أن تذهب لضرب الداخل العراقي والفصائل العراقية خاصة وأن الاتهامات الأمريكية تذهب إلى الفصائل الموجودة في العراق خاصة وأنها جاءت بإطار المقاومة الإسلامية في العراق وكذلك مرشح أن تضرب بعض النقاط الموجودة للفصائل الموجودة في سوريا وخاصة أن الطائرات المسيرة بحسب سيئنان انطلقت من قاعدة الإمام علي الموجودة في الداخل السوري وكذلك تذهب الضربات بنسبة أقل على العنق الإيراني بسبب الظروف ولماذا نقول أقل بسبب الظروف الدبلوماسية الصعبة التي ممكن أن تتطور بعد ضرب إيران الحرب الإقليمية والأمور العودة الاتفاقية النووية أو مفاوضات مستقبلية حول ما يجري في غزة أو حتى إذا اندلعت الأمور بشكل أكبر مع حزب الله اللبناني وإسرائيل بالتالي إيران لها حسابات خاصة بهذه الضربة ومع انتقال هذا ومع تحرك هذه الطائرات الأمريكية ودخولها لهذه المنطقة يجب أن ننتبه ممكن أن تكون هناك طائرات حربية قد أغلقت طبعا الاتصال الجاري مع هذه الطائرات أو تم إخفاؤها من الرادارات بالتالي لا نعرف كيف ستكون الترتيبات ولكن واضح هي ضربة كبيرة وكبيرة للغاية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أيضا أن لا يتم استبعاد أن يكون هناك استهدافا للسفينة التي تسببت بالكثير من المشاكل للولايات المتحدة الأمريكية ومشاكل في البحر الأحمر وخليج عدن ألا وهي سفينة بهشاد الإيرانية فهذا هدف محتمل ممكن أن يستهدف في أي لحظة سفينة بهشاد المتمركزة هنا في خليج عدن كما ترون وهذه صورة أقرب مما حدده شيزو إنتل تلاحظ بأن هذه السفينة سفينة بهشاد متواجدة متهمة بأنها تعطي المعلومات الاستخبارية لجماعة الحوثي لتحقق هجماتها في خليج عدن بعد انتقالها طبعا لهذه المنطقة ازدادت استهدافاتها في خليج عدن مقارنة في البحر الأحمر واستهدافات دقيقة ودقيقة للغاية تجري الآن في خليج عدن بسبب المعلومات التجسسية والإحداثيات التي تعطيها لجماعة الحوثي وحتى الحرص الثوري الإيراني الموجود في اليمن وعلى سبيل المثال كما تلاحظون اليوم المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى السريع قال بأننا استهدفنا سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن لاحظوا أن هذه السفينة هي تبقي الأمور صعبة على الولايات المتحدة وبريطانيا في مضيق باب المندب وهي جزء كبير من عملية الحصار المطبق على تلك المنطقة بالتالي ممكن أن نرى غرق هذه السفينة لا ندري ولكن واضح أن الأمور وصلت إلى أصعب لحظاتها ومن الممكن أن نرى أشياء صعبة للغاية في الساعات القادمة اشتركوا في القناة